السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه? اهلا بكم في قناة في عشق كروشي معاكم دعاء محمد اتمنى من البنات اللي ما اشتركتش ان هي تشترك في القناة وما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو اذا عجبكم الفيديوهات دي واكتر ان شاء الله هتلاقوها على القناة في عشق كروشي على قناة اليوتيوب النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نشتعل على قواعد الخشبية او قواعد المفرغة او قواعد المرسومة وهي تبقى هدية حلوة جدا في مناسبات عيد الام الفترة الجاية كل سنة وانتوا طيبين القواعد الخشبية ليها كذا مقاس ده مقاس 20 فيه مقاس 15 و25 وفيه ازياد زي ما انتوا حابين اول حاجة احنا لازم نعد عدد الفراغات او الاخرام اللي موجودة هنا انا طلع عندي 50 خرم بنشتغل الدوائر او بنشتغل تكملة الحشو فيها كأننا بنشتغل دايرة عادية فاحنا هنا هنعمل تزايد عادي في السطور هعمل كل اربع غرز غرزة تزايد فاحنا يا اما هنعيد واحنا بنشتغل يا اما هنجيب ماركس مسلا انا عندي بواقق خيوت منها وكل اخمس غرز يعني الغرزة رقم خمسة هعلمها بخيطة دي كنا مسلا اول الخيطة هعدي واحد اتنين تلات اربعة والخمسة احط خيطة تانية وبعد كده عدي تاني اربع غرز والخمسة احط فيها برضو خيطة تانية وهكذا لحد ما علم الايه المجموعة كلها لو المقاس خمستاشر سنتي هنخليهم مسلا على تلات غرز لو خمسة وعشرين سنتي هتبقى على ست غرز انا استخدمت ابرة صغيرة مقاس خمسة وكان عندي باقي خيط من الكلام استخدمته اول حاجة ان احنا هنتاخر اربع متر في اربع متر وهن هننحيهم على جنب مش نشتغل فيهم وبعد كده هنخلي وش الخيط الظهر دوت هنخلي وش الخيط على على صبعنا والضهر هيبقى هو الفوق بصوا والاربع متر اللي على جنب دول مش هنشتغل فيهم دلوقتي هنشتغل بالخيط العادي هدخل الابرة بالطريقة ديت وبصوا هسحب الخيط ازاي من وراء كده ودخله في الفراغ السبب ان انا استخدمت ابرة صغيرة ان هي تبقى سهلة الدخول والخروج من الايه من الاخرام الموجودة وابتدي اعمل اول غرزة حشو وهوسع لنفسي في الابرة طبعا عشان الابرة اصغر فلازم نوسع كويس للشغل والخيطة اللي هي اللي هي البداية الخيطة اللي على الجنب اللي هي الاربع متر اخدها تحت الشغل عشان يبقى ايه الشغل ماسك نفسه واعمل غرزة حشو تانية بوسع لنفسي تاني وبعد كده اخش في الفراغ اللي بعدي اعمل تاني غرزة حشو وكده احنا مسهلين علينا فاي اي مكان خيطة هتبقى فيها غرزتين حشو يعني دلوقتي احنا هنعمل برضو ايه غرزتين حشو اي مكان خيطة احنا عاملناها هيبقى فيها غرزتين حشو وبقيت الفراغات العادية هتبقى فيها غرزة حشو واحدة دي تاني غرزة حشو في نفس الفراغ دوت النفس الطريقة دي هنعملها لو كنا هنشتغل في الشنط بس في الشنط لازم نراهي حاجة مهمة جدا ان النهاية بتاعت عدد الغرز للسطر لازم لو الجنب التاني هنعمله دوائر عادية لازم يكون نفس العدد يعني انا هنا مثلا هنتهي بعدد ستين غرزة حشو لازم يبقى الجنب التاني للشنطة برضو ستين غرزة حشو تمام ولازم اه زي ما بقول لكم لو هو وش مش مفرغ هنشتغلوا عادي انما لو وش مفرغ يا اما هنعمل اه وراه دايرة برضو من الخيط الكلام بغرزة حشو يا اما هنبطنه طبطين بقوماش مكوه شوية بس انا افضل لو هو وش مفرغ ان هو ايه يتم ان هو عمل في اا دايرة بالكلام دا كده اخر السطر هقفله بغرزة منزلقة وهرفع الخيط دا شوية وهارجع تاني بقى للخيط اللي هي الاربعة متر دي انا جيت بعد ما عملت خمس غرز طلعتها من من ورا الشغل ما بقتش اشتغل فيها يعني ما بقتش دا كيكة في وسط الغرز ماشي فهبتدي اه ادخل الابرة في العين اللي هي فيها اخر جنب بصوا ازاي اهي وهسحب الخيط برضو بالطريقة ديت نفس الطريقة اللي انا واريتها لكم في الاول بصوا كده وطلع ايه الابرة وهخش بعد كده في الفراغ اللي بعديه وهعمل غرزة منزلقة وبعد كده الفراغ اللي بعديه برضو هعمل غرزة منزلقة هستمر ان انا اعمل غرزة منزلقة طبعا في اللي هي الغرزتين او في التزايد دي هتبقى صعبة شوية بس ايه خدوها واحدة واحدة هي مش صعبة هي بس الابرة هتبقى صعبة ان هي تخرج سنة فاخدوها واحدة واحدة لحد ما تخرج عادي وميزة غرزة المنزلقة دي اللي هي بتدي شكل جميل جدا للقواعد وتاني حاجة ان هي بتقفل الاخرام خالص اللي موجودة ما بيبقى الظاهر اي جزء من الخر وكمان ان التزايدات اللي بتبقى موجودة في خلال السطر ده ما بيبانش السطور بتاعت التزايد بتاعي فانا هكمل بقية القاعدة بغرزة المنزلقة دي وبعد كده هنشوف هنعمل ايه كده انا خلصت السطر بتاع المنزلقة واداني شكل جميل جدا في القاعدة هرفع الخيط دوت وحطه في ابرة التنظيف او هدكيكو في ابرة التنظيف وهوريكم بقى ازاي ايه نقفل السطر بحيس ان هو يبان كأنه كله زي بعض هدخل ابرة ما بين الغرزتين بتاع المنزلقة الاولى واطلع الخيط من الجنب دوت وبعدين هدخل الخيط تاني ما بين الغرزة واشد الخيط بصوا بقى شكلها ازاي كأنها غرزة عادية مفيش مش باين البداية من النهاية انهي وبعدين هقوم واخد الابرة ومدخلها تحت الشغل عايزين نوديها الجنب التاني عشان نعرف نقفل باحتراف ايه وبعد كده الخيطة دي هدخلها ما بين الغرز عادي عشان تبقى متسبتة وبعد كده هاقص الخيطة دي ندخلها بس كده في مجموعة غرز بحيس ان احنا ايه نتطمن ان هي كده ايه تمام ومسك نفسها بالنسبة البقى وبعد كده هاقص الخيطة وخلاص الجنب التاني خلاص بالنسبة البقى الخيطة اللي هي بتاعت آآ العادية اللي احنا كنا نكمل بها الحشو ارتفعت سلسلة وهسيب اول غرزة وتاني غرزة هعمل فيها ديت غرزة مروحة عبارة عن ايه بقى هخش في الفراغ دوت واعمل غرزة نص عمود وتاني هخش في نفس الفراغ تاني واعمل غرزة نص عمود تاني وخش في نفس الفراغ تاني دي كده تالت مرة اعمل غرزة نص عمود واخر مرة هخش فيها واعمل ايه غرزة نص عمود وبعد كده هسيب غرزة والغرزة اللي بعديها هعمل غرزة منزلقة انا كبرت الابرة مقاس درجة تاني عشان يبقى خلاص الشغل سهل دلوقتي خلاص انا مش في القعدة فايه هيبقى سهل تاني هسيب غرزة والغرزة التانية هعمل فيها اربع غرز نص عمود ده طبعا لو انتم هتعملوها بالرواز انما لو انتم هتكملوها قعدة شنط هتقوموا السطر دوت في الغالب ياما هيبقى تزايد عشان يبقى عدد الدواي عدد الغرز ديت مساوية العدد الدائرة التانية هي اما خلاص سطر بدون تزايد عشان تعمله الجسم بتاع الشنطة الدائرية ادي كده الاربع غرز وبعد كده هسيب عين والعين اللي بعديها هعمل غرزة منزلقة برا غرزة المروحة ديت هنا قبل الاسم على الاربع وانا عندي ستاشر غرزة فهتعمل آآ عندي قصدي ستين غرزة فهتعمل خمستاشر غرزة مروحة بخش في الغرزة التانية اعمل اربع آآ غرز نص عمود واسيب غرزة واعمل غرزة منزلقة هكملها للاخر وبقى كده نشوف هيبقى اي شكلها ده كده بعد ما خلصت دي اخر واحدة هعمل فيها غرزة منزلقة وبعد كده هلف الكعدة وخش في الغرزة ديت غرزة منزلقة برضو وهنا هعمل برضو غرزة منزلقة ودلوقتي انا هوريكم هعمل عليقة ازاي هعملها بطريقة خفية فهعمل ثلاث سلازل واحد اتنين تلاتة هي مش هتبقى باينة من قدام مش هتبقى باينة كويسة شكلها لذيذ تمام وبعد ما عملت الثلاث سلاسل دولت هاجي على الغرزة ديت هنسيب غرزتين والثالثة هقوم ايه دخلة فيها عملة غرزة منزلقة وبعد كده اعمل سلسلية واقص الخيط دولت وادكك الخيط الزيادة في الايه في الشغل من وراه دي كده العليقة وزي ما قلت لكم ان هي وراه الشغل ماشي مش باينة خالص وده كده شكل التقفيل تقفيل نضيف جدا وهو ده اللي مطلوف شغل الكروشي ان الشغل يبقى محترف والتقفيل نضيف عشان يبقى بجودة عالية ده كده شكلها بعد ما علقتها اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا ما تنسوش لايك وسبسكرايب للشانيل وتوروني شغلكم الجميل على جروف عشق الكروشي سلام اشتركوا في القناة